هو المشاهد كلها بتاعت المسلسل هي مشاهد كويسة جدا ومتأسس لها بشكل قوي يعني من بداية الحلقات انت مشهد الخناقة بتاعت محمد رمضان دي كانت في الحلقة الرابعة وكانت نقطة التحول في المسلسل يعني المسلسل من بعد الحلقة الرابعة من بعد الخميسة دي ما راح في منطقة تالية بذرة تحديثه حتى تاني الفكرة كلها ان انت أسستي للمسلسل فاول تلتة حلقات ان جعفر العمده ده شخص عظيم جدا والناس حبط تتيمة دي حب تيمة الراجل اللي بيحبوه في المنطقة بتاعته اللي بيحكم في المشاكل والجلسات العرفية والكلام ده كله فلما حد يضرب مراته اللي هي دلالة ما ضربته دلالة في الشارع واحتكيت بيها ومسكتها من شعره بتاع فكان رأيي رزي محمد سامي الخناء ده لازم تكون خناءة عظيمة جدا لازم تكون عركة عظيمة جدا تتناسب معها لانه مش واحد بواحد مراته تضربت في الشارع فنازل يدافع عنها لا هو ده جعفر العمدة اللي انتي لو وقعتي صورته قدام الجمهور او قدام المشاكل مش هتوحد معا فكان لازم الخناءة تبقى خناءة عظيمة جدا جدا كانت صعبة جدا خدت عشر ساعات يمكن تصوير مستعناش بدوبلير غير في ممكن في وقعة الموتسيكل لكن الباقي كله كان يعني انا افتكر اتذكر ان لما يعني انا وقعت على الارض ومشيت حسيت هنا انه ان انا تعبان يعني انا عايز اقول ستوب ستوب يا جماعة انا تعبان جدا جدا بس للاحظة كده اقولت اكيد اي حد في الموقف ده هبقى تعبان جدا صح ايه هبقى قادر ياخد نفسك فعشان كده جات طبعية جدا ومتصدقها فعلا